احبائي ساعد لي صباحكم ان شاء الله تماما يلقاكم صوتي في احلى وقاتكم يا رب سباح النور عليكم وجوت المعند good morning محتوى اليوم اهداء مني للبنت اللي احكيت معها في اللايف اليوم الصباح اللي هي اما اللي كتبت لي باسم اما اما ولكل شخص يعاني من مشاكل من الطفولة هذا المحتوى اليوم هو عبارة عن مقدمة لمجموعة من الاوديوهات رح نعملها لكم حول ما يسمى بالذاكرة المؤلمة اوكي في البداية قبل ان ابدأ لازم نعود نشكركم على وقفتكم معي كنتم سند رائع لن انصى طيلة حياتي تعافيت بسرعة بسببكم بسبب رغبتي في مساعدتكم رغبتي في انو كمل الفهم لديكم فيما يتعلق باسئلتكم اليوم رح نحط لبلاتفوم رح نحط الارضية لتعرفوا ما هي الاسباب اللي تجعل من حياتكم اليوم مؤلمة لانو السبب يعود الى في الحقيقة يسبب السبب هو ما يسمى بالفرنسية الميموعة دخوماتيك الذاكرة المؤلمة اذا ترجمناها بالعربية ما هي الذاكرة المريضة الذاكرة المريضة هي ذاكرة غير صحية يعني الشخص يكون عنده ذاكرة مش صحيحة لما تكون الذاكرة صحية ستكون ذاكرة متطورة وهذا معناه انو اذا طلب منك مثلا شخص ان تحكي حياتك يعني تعمل بيوغرافي حياتك وانت عندك مثلا عشرين سنة نفرض انك رجل وانت عندك عشرين سنة ستحكي عن انجازاتك مثلا في كرة القدم او الملاكمة او اي سبور كنت تعمله اي رياضة وستحكي كذلك مثلا عن علاقاتك بالفتيات مثلا بالجامعة او عن دراستك بالجامعة او عن تخصصك الى اخره ولو يطلب منك انت كذلك شخص نفس الامر الان وعمرك مثلا اربعين سنة ستصف كذلك البيوغرافي تبعك بالاشياء المهمة او الاشياء التي تعبر عن شخصيتك او التي تحدد شخصيتك ولكن لن تكون هذه الاشياء الجديدة هي الاشياء التي وصفت بها نفسك لما كان عندك عشرين سنة لماذا لان ذاكرتك تطورت وتغيرت الشي اللي يحصل معك لا يحصل مع الانسان اللي عنده ذاكرة مريضة الشي اللي يحصل معك من تطور في ذاكرتك لا يحصل مع المريض اللي عنده او 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 لماذا لماذا لانه عنده ذاكرة جامدة جمدها الخوف في وقت ما نسموها الذاكرة الجامدة نعم هذه الكلمة او هذا الشخص هذا عنده ذاكرة عاطفية لا تتغير بمعنى في كل مرة سيعيش موقفا فيه اغريشن أو خوف أو لا أدري أي شيء من هذا النوع من هذا القبيل أو فقد أو أي شيء تصوره أي شيء محزن أو أي شيء يذكره بذلك الألم الذي عاشه في طفولته ماذا سيحصل له سيصبح لديه منظار عبارة عن منظار في ذاكرته أو نظارات يرى بها الواقع يعني هو لن يرى الواقع مثل ما أراه أنا أو مثل ما يراه شخص آخر سليم وهذا يفسر مثلا هذا يفسر لكم كيف أن الإخوة يرويون الإخوة من نفس العائلة كيف يروي الإخوة من نفس العائلة بنات وولاد أكيد يرون أشياء مختلفة عن عائلتهم أو عن الأب أو عن الأم رغم أنهم عندهم نفس الأولياء يعني يعني مش مختلفين نفس الأب ونفس الأم ومع ذلك ومع ذلك نجد أن مثلا البنت الكبرى تروي رواية والبنت الصغرى تروي رواية مختلفة والولد كذلك والأولاد كذلك أو الإخوة الرجال كذلك طيب لماذا؟ لأن الأولياء الأولياء لباران لا يتصرفون بنفس الطريقة مع أولادهم سواء من حيث الجنس كذكر وأمثى أو من حيث الترتيب الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره فمثلا الأول في الولادة مختلف عن الآخر في الولادة وهكذا وهذه السلوكات اللي يقوم بها الأولياء يصنعوا بها ما يسمى بلانيش صنصغير أو عش عش بالعربي عش يعني العش مثل العش العش الطيور يعني عش العسافير يصنعوا عش أو قاعدة هي التي تحدد سلوك الأولاد حينما يكبرون نعيد الصياط للجملة الأولياء لما يكونوا صغار هما اللي يصنعوا القاعدة التي تحدد سلوك الأولاد فيما بعد يعني ذكروا الكلمة إذا حبيتوا تبحثوا عليها بالفرنسية لانيش صنصغير شري بتي تنفا أو شلي بتي تنفا أو شلي زنفا يعني مثلا حتى لما يقولوا الأولياء مثلا لما يقولوا مثلا قتلكم الصباح حتى لما يقولوا نحن نحب أولادنا من نفس الطريقة هذا مش صحيح هذا مش صحيح هما ميحبوهمش من نفس الطريقة لأنهم لا يتسرفون معهم بنفس الطريقة هما مش يكذبوا هما يقولوا الحقيقة بالنسبة لهم ولكنهم مستحيل أننا نتسرفوا مع أولادنا من نفس الطريقة لماذا لأننا عنا طفل قبيح طفل عاقل طفل حنين طفل جافي إلى آخره في ذاكرتنا هناك منطقة خاصة بالطفولة منطقة محمية يعني يعني منطقة تبقى موجودة حتى لما نكبره ما تروحش هذه المنطقة أو فعاليتها أو عملها لا يتوقف ستنلوب سيغيبغال موجود عندنا لما تتضرب هذه المنطقة عاطفيا لما نكون صغار ستتمزق الذاكرة عندنا منطقة في الذاكرة محفوظة لمجموعة من المعلومات الحسية والطفولية إذا صح هذا تعبير لما تتضرب هذه المنطقة عاطفيا ستتمزق الذاكرة بيقول لها عندنا ذاكرة مريضة ذاكرة دي شيغي المنطقة دي شيغي يعني سنضع تصورا لأنفسنا نحن كشخص أنا مثلا نتصور روحي ولكن تصوري لنفسي سيكون تصورا ممزقا نعيد تصوري لنفسي سيكون تصورا ممزقا لماذا؟ لأني ذاكرتي ممزقة فعندي سكونابيل بالفرنسية إن موفيز غو بخيزنتاسي لها الذاكرة لازم نعرف ما هي الضربة التي تعرضنا لها حتى نعرف ما هي نتائج هذه الضربة لاحظوا مثلا لما تتعرضوا لموقف ما موقف معين أثناء الطفولة نفرضو كان عمرك خمس سنوات فطلبت من والدك فطلبت من والدك أن تذهب معه إلى البحر مثلا فرفع الأب حاجبيه ومثلا سرخ عليك وقال لك انت بنت مثلا وقال لك لا البنات ما يروحوش للشاطئ فهذه مثلا هذه ذاكرة سيئة ستعمل تمزق في الذاكرة لماذا؟ لأنها رح تعمل لك تفريق جنسي رح تقولي لماذا أخذ أخي ولم يأخذني معي وهذا الشعور بالظلم رح نعملكم كذلك فيديو عن الظلم عن ألم الظلم حبي تنشير هنا بين قوسين قبل أن أنسى أن كل الأسئلة الموجودة على آخر بوست اللي طلبت منكم تحطوها أسئلة رح عضع عليكم كابسولات صغيرة بي خمس دقائق أو ست دقائق لكل واحد فيكم بأسمه فانتذروني أعطوني برك شيء توقت فإذن الألم لا يوجعنا بقدر ما يوجعنا تسورنا للألم تسورنا للألم لما نبقى ونعيدوه نعيدو شريط الألم هو اللي يوجعنا مش الألم في حد ذاته فإذن هذا التصور يؤلمنا أكثر من الألم نفسه وهنا يصبح عندنا ما يسمى بلوتخوماتيزم في الأول كان عندي ترومة بمعنى ضربة في الذاكرة ضربة في الذاكرة بعدين لما نصبح نتصور هذه الضربة يصبح عندي تروماتيزم بمعنى نتائج متعلقة بهذه الضربة هو تصورنا للألم هو تصورنا للألم وهذا الذي يصيب ذاكرتنا ويجعلها ذاكرة ماراضية في علم النفس نقرع لها يعني ذاكرة مصابة هذه الذاكرة المؤلمة لها سيناريو يتكرر في كل مرة في حياتكم ولن يتغير إلا إذا قطعتم هذه الورقة من طفولتكم وكيد راح تكون تفورتكم خالية راح تنساوها ما تفكروا ولا شيء لكن أحسن أنكم ما تتذكروا ولا شيء ولا أنكم تتذكروا الآلة قلت الذاكرة المؤلمة هذه تمر بالسيناريو والسيناريو هذا في خطوتين الخطوة الأولى هي مرحلة الفوضى والخطوة الثانية هي مرحلة الثبات في مرحلة الفوضى النفس لا تفهم النفس الجسد العقل الجسد النفسي عندك المشاعر لا يفهم لماذا يتصرف أبي معي هكذا لماذا أمي لا تحبني لماذا أنا أحبها وهي لا تحبني لماذا أنا أفكر فيها وهي لا تفكر فيه إلى آخره كل هذه الأسئلة المؤلمة هي التي تصنع التروما بعد حالة الفوضى بعد حالة الفوضى ستصبح هي حالة كاو كاو تمام يعني حالة فوضى عارمة بعد هذا حالة الفوضى والإحساس بالألم والظلم رح يصر لنا يحدث النوم يسمى بتثبيت للذكريات تثبيت بمعنى أن هذا الذكريات رح تصبح ثابتة في مخيلتك ثابتة في في ذاكرتك هذا التثبيت هذا اللي يصير عندنا رح يحصل رح يعمل لنا ما يسمى بال أنا أدري بالمرض هو مرض هو مرض اسمه بالفرنسيا لا مموى بسيكو تروماتيك لا مموى بسيكو تروماتيك بالعربية ممكن نترجم ونقول عليها آه مي جود نقول عليها الذاكرة البسيكو المتألمة لا أدري البسيكو تروماتيكية ليس لديه أي ليس لديه أي ترجمة أنا آسفة وهذا معناه أن شخصيتي كل ما راح تترتب راح سوري وهذا معناه أن شخصيتي كلها يعني شخصيتي أنا كإنسانة راح تترتب وتتغير على حسب ذلك الألم وأصبحت أنا كشخص أعيش سجينة للماضي لا أتطور ولا أتغير وحتى معلوماتي كشخص محدودة محدودة من حيث ليس من حيث العمل مثلا كشخص يعني أني أنت ممكن تكون عندك وظيفة وتكون جيدة في وظيفتك إلى آخر لكن سلوكاتك مع الأفراد تبقى دايما سلوكات مرتبة حسب ذلك الألم اللي عشته لما كنت صغيرة أي نوع من الألم تصوره ألم جسدي يعني الضرب ألم نفسي الإهانة والإذرال لمالتخطانس ألم جنسي التحرش الجنسي والاختصاب إلى آخر فهذا الذاكرة تجعلنا لا يمكننا أن نتعلم معارف عاطفية جديدة يعني نصب حديجان غيجيد من تعلموش معارف عاطفية جديدة لا يمكننا أن نتغير ولا يمكننا أن نحسن من أرواحنا أو من أنفسنا التصور اللي عملناه لذلك الألم في أذهاننا وفي قلوبنا يتكرر يصبح يتكرر بنفس الطريقة ونفس النمط يعني صورة تتكرر كل يوم وكل السنين صورة صورة توقفت فيها الذاكرة توقفت فيها الذاكرة على صورة أب وهو يتحرش بابنته أو على صورة أم وهي تضرب ابنها أو ابنتها أو على صورة أب وهو يصرخ على كامل الأسرة هذه الذاكرة المريضة رح تعطينا مجموعة كبيرة من الأمراض كلهم على حسب مشكلته تعطينا أمراض نعطي لكم الغيب إخطوان يعني تالأمراض تعطينا العجز الجنسي المؤقت لدى الرجال وتعطينا تعدد العلاقات الغير صحي لدى الرجال والنساء وتعطينا الشخصية النرجسية وتعطينا الشخصية البردر لاين وتعطينا اضطرابات القلق المزمن وتعطينا اضطراب البانيك والعزل العاطفي وتعطينا الشخصية المحدودة وتعطينا اضطراب المزاج وتعطينا الشخصية المكتئبة وتعطينا الشخصية المتملكة المهوسة الشخصية هذه نسموها la personnalité obsesionale trouble la personnalité obsesionale وتعطينا الشخصية اللي عندها خوف اجتماعي وقلة ثقة وتعطينا الشخصية البيو بولير الشخصية المتعددة هي شخصية مزاجية متعددة الأقطاب أو ثنائية القطب وتعطينا الشخصية الشخصية عندها اضطراب استرس المزمن la personnalité stressée وتعطينا الشخصية اللي عندها فوبيا كل هذا الأمراض تنتج عن الذاكرة المتألمة أو الذاكرة التي تعرضت للتراومة طيب كيف نشرح هذه الذاكرة الغريبة كيف تشتغل هذه الذاكرة هذه الذاكرة جامدة في المكان والزمان بمعنى أنها كل ما الإنسان تعرض إلى موقف فيه الخوف أو فيه أي مشكلة تعرض لها في الطفولة ذاكرة ستجمد وتتحدد هي ذاكرة دقيقة جدا لكنها محصورة عندها شان فيزيال ضعيف قليل لكنها محصورة على نقطة معينة ولا ترى المحيط نحن نعطيكم مثال الآن إذا رحتوا مثلا إلى صراف شخص مريض عنده ذاكرة متألمة راح لصراف حتى يخرج فلوس مثلا يخرج أموال وفجأة تخلى عليه لص مثلا يحمله مسدسا يعني حالة خوف هنا يتعرض لحالة بانك كل الناس يتعرض لحالة بانك لكن الآن نصف لكم هذا الشخص كيف يعيش حالة البانك والشخص العادي كيف يعيش حالة البانك فقلت يدخل عليه لص يحمله مسدسا اللي عنده ذاكرة معذبة أو ذاكرة مالتخيتي رح يركز على المعتزي على وجهه فقط حركاته وعلى نفسه يعني مش رح يتحرك هذا الشخص هذا المتعلم أو هذا الشخص المريض مش رح يتحرك ولا يعمل أي حركة رح يولي فيجي جامد يعني ناس آخرين رح يتحركوا رح يشوفوا اليمين على اليسار إذا فيه مخرج إذا فيه منفذ هو مش رح يتحرك مش رح يدير أي حركة أي ردة فعل لأنه ذاكرته رح ترجع به للطفولة ورح يتوقف ذاكرته رح تتوقف فقلت مش رح يتحرك ولا يعمل أي حركة لأنه رح يصير في نفس الموقف المؤلم الذي عاشه مع الأب مثلا لما ينظر له الأب بكراهية لما يكون رح يضربه ولما مثلا لا أدري أي موقف مثل هذا عطيت مثال فقط فهو لأنه لما كان صغير فهو عنده ما يسمى بالملاحظة الحسية لوجه الوالد إذا أبي مثلا طلع حاجبه فرح يضربني أو إذا أبي مثلا فتح فمه فماش رح يضربني إن آخره هو عنده بمعنى رح يشوف طاقت الوالد قبل ما يضربه من ما ينزل عليها العقاب يعني ذاكرة هذا الشخص سوري يعني ذاكرة هذا الشخص مشوشة فإذا سألوا سألوا الضابط بعد العملية هذه كم كانت الساعة مش رح يتذكر إذا سألوا ماذا كان يلبس المجرم مش رح يتذكر إذا سألوا كم عمره تقريبا مش رح يتذكر ولكن يقدر يعمل بورتري مفصل دقيق بوجه المجرم يعني يعطي له كل التفاصيل كل التفاصيل كيف هي كيف هو وجهه كيف هو لون شعره كيف هو إلى آخره فإذا الذاكرة صاحب الذاكرة المريضة رح ينسى كل شيء متعلق بالمكان والزمان ومش رح يذكر إلا تفاصيل وجه المجرم أو إلا تفاصيل وجه المعتدي عليه لأنه لما كان صغير لما كان يعتدى عليه كان يشوف وجهه المعتدي فقط بالنسبة له في لحظة شعوره بالخوف هو يشوف من خلال نظارات ولكنها صغيرة جدا ومحدودة وهذه هي الذاكرة الخاصة جدا جدا بالأشخاص المرضى أو اللي عندهم ذاكرة طيب نعطيكم مثال آخر في فرنسا مثلا مرة حصل أنه تخل الشخص كان يلبس لا أدري اللي يعايشين في فرنسا يذكروا هذه الحادثة كان لابس حزام ناسف ناسف تخل فيه إلى قسم فيه تلاميذ صغار تلاميذ يعني في الابتدائي والأستاذة كانت ذكية جدا حتى حتى تجنب الأولاد هذا الألم وهذا الخوف من 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 هذا المجرم ولأنها تعرف هذا الشخص أنه مريض نفسي لأنه يعمل معها في المدرسة فتكلمت معه على أنه جاء يلعب معهم قالت لهم هذا فلان جاء يعمل لكم مسرحية فالأولاد كلهم بدوا يضحكوا وفرحوا وقعدوا يتفرجوا في المجرم وتكلمت الأستاذة أو المعلمة مع الشخص على أساس أنها لعبة والأولاد صدقوها أكيد لأنها معلمتهم ورغم أنه هو في بداية الأمر كان يقول العكس ولكن لأنه مريض نفسي بعد بضعة دقائق استجاب لها وبدأ يتكلم معها بصورة عادية يعني والأولاد بقوا يتفرجوا فرحانين مش عارفين ولا شي على أساس أنه هذا الشخص يعمل لهم مسرحية وعادي يعني كل الأمور ماشي عادي في انتظار أنه يجور جارة درك أكيد اللي كانت بلغتهم إدارة المدرسة أنه عندهم شخص يحمل حزام ناسف ثم طلبت منه أنه يجي يشرب معها قهوة في المكتب قالت له سأتصل سأطلب قهوة فاتل جابوله قهوة أكيد وحطوله فيها كيلو جرام من المنوم حتى يرقدوه وبمجرد ما فقد الكنترول هذا الشخص لما شرب بلقاهوه فقد الكنترول بدأ يينام بدأوا الدركيين يجروا يخرجوا في الأطفال كل واحد يحمل طفلين اثنين ويجري بهم إلى الخارج و الجي جيين أو أدريك في اسمهم الدرك الفرنسي جو بانس يس لابسين كاقول يعني مغطين وجوههم بماسكات سوداء لما بعد الحادثة لما انتهت الحادثة وجاو الأطب النفسيين حتى يتحطهم على الأطفال الأطفال كانوا متألمين للأسف يعني كان عندهم كان عندهم ذاكرة متألمة ولكن مش من صاحب الحزام الناسف أبدا لأنهم كانوا بالنسبة لي هم كانوا يشوفوا في في مصرحية لهذا السيد أعتقد اسمه بامب بامب السيد هذا هم في الحقيقة شعروا بالخوف من رجال الدرك فقالوا أن هناك رجال تلبس كاقولات أو ماسكات حملتنا بصورة مريعة ووجعونا لما حملونا وخرجونا للساحة وتذكر الأطفال وجوه ولون أعين رجال الدرك بكل التفاصيل لما شالوا الأقنعة في الخارج يعني يعطوا لهم كل تفاصيل وجه بالنسبة لي هم المعتدين أكيد مش الشخص اللي كان يلبس حزام ناسف فإذا إذا حصل لك ترومة قبل الكلام إذا كنت أم عندك أطفال صغار وحصل لهم ترومة قبل الكلام يعني قبل عشرين شهر من الرضيع فمهما كانت ثقافتك ثقافتك عفوا كأم فلن تستطيعي مساعدة ابنك على الكلام لماذا؟ لأنه عنده عنده ذاكرة مشوهة أو ذاكرة ممزقة بسبب الألم اللي تعرض ليه ورح نعطيكم مثال عن الألم اللي تعرض ليه هذا الرضع الآن رحضوا إحنا مثلا نتعلم اللغة إذا حاولنا نتعلم اللغة نوجد صعوبة كبيرة ولكن الأطفال يتعلم اللغة من عشرين إلى ثلاثين شهر يقفل عشرين شهر يبدأ هناك مهارة عقلية كلنا نطورها في عشرة أشهر يعني من عشرين إلى ثلاثين شهر يعني في عشرة أشهر ممكن الطفل مش ممكن أكيد الطفل يتعلم اللغة الأم ويتحدثها بطلاقة يعني وهذا هو ما أسميه مراحل اللي كنت رح نتحدث عليه مراحل التطور العقلي بمعنى أنه الشخص اللي يتعرض للتروما ذاكرته العقلية لا تتطور يعني لا تتقدم وبالتالي لما يكبر يصبح راشد يصبح عنده الكثير من المصاعب في الحياة بسرعة عامة التروما اللي ممكن تحصل للرضيح هو ما نسميه بالعزل الحسي العزل الحسي ليزول مونسون صغير ما معنى أنك تحطي أبنك أو بنتك أو البيبي تبعك وتتركيه الوحده في الغرفة تخليه لساعات وهو بواحده ما تكلميش لا تتبادل مع العاطفة فلا يشعر بحبك لا يشعر بلغتك لا يسمعك لا يعرف صوتك إلى آخره هنا سيحصل له سيحصل له ضمور دماغي ضمور في الدماغ للاب فونتال ضمور دماغي نسموه بالفرنسية لاتخو فيه سيغيبغال أتخو فيه سيغيبغال المنطقة الخاصة بالمعرفة اللغوية رح تتقلص فالطفل هذا لما تلحق سن الكلام مش رح يتكلم أوكي لاحظوا إذا تركتي وليدك معلومة مهمة شدوها في أذهانكم أرجوكم إذا تركتي ابنك أو بنتك الرضيعة أو الرضيع لمدة تفوق 21 يوم في عزل عاطفي فأنتي رح تقضي على مخه أنتي رح تحطمي دماغه رح تحطمي جهازه العصبي 21 يوم ثلاثة أسابيع من العزل العاطفي والحسي والنفسي للرضيع كفيلة بأن تؤدي إلى نقص واضح في دماغه واليوم الأطباء يعرفوا هذا الكلام لأننا عندنا ديزي مجغي عندنا صور راديوهات تثبت الكلام اللي أنا نقول فيها الآن أوكي هذا الشي اللي رح تعمله أو العزل العزل الحسي اللي تقوم به رح يحد من تصوراته الحسية وبالتالي يمنعه من الكلام ومن التطور السريع فكلما تحدثنا أمام الرضيع وأشبعناه عاطفيا وجسميا ونفسيا وعقليا كلما كلما تطور لديه الفص الدماغي الأيسر الذي سيمكنه من الكلام ومن المعرفة ومن التعلم بصورة عامة دك سأغلق هذا المحتوى أحبائي أردته أن يكون مقدمة هذه هي ما يسمى بالذاكرة المؤلمة فاشل نقوله لكم جنبوا أولادكم وبناتكم الذكريات المؤلمة لأنها تحطم أدمغتهم وأرواحهم فيما بعد أحبكم جميعا سألتقي بكم إن شاء الله في فيديوهات مقبلة وسأجيب عن كل تساؤلاتكم إذا قدرني الله سبحانه وتعالى ماسلام سألتقي بكم